الوصية الرابعة والعشرون من رأى منكم منكرا فليغيره عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هذا الحديث عمدة في أكثر أبواب الفقه وقد كتب الفقهاء فيه بحوثا كثيرة شعبوا فيها المسائل وأكثروا فيها من ذكر الخلاف حول حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحول الكيفية التي يأمر بها الآمر وينهى بها الناهي ومن هو الذي يناط به هذا العمل وما شروطه وما الأحوال التي يترك فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكتفى فيها بإنكار القلب إلى غير ذلك من الأحكام والآداب والنظرة العامة في هذا الحديث ترينا أن الإسلام دين قد جعل المعروف هو الأصل الأول من أصول الأخلاق والمثل العليا فأمر به أمرا مؤكدا وحذر من التخلي عنه مع القدرة على إتيانه وجعل الأمر به من أعظم الواجبات لمن كان من أهل الأمر والنهي وكان قادرا على ذلك والمعروف هو كل ما أوجبه الشارع أو ندب إليه وضده المنكر وهو ما أنكره الشرع ونهى عنه وحذر منه ويتمثل في ترك الواجب وفعل المحرم وبعضه أشد من بعض في الجرم والإثم فالشرك من أعظم المنكرات على الإطلاق ويليه قتل النفس وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وأكل الربا والسحر وعقوق الوالدين وشرب الخمر والزنا والسرقة وقذف المحصنين والمحصنات إلى غير ذلك من الكبائر التي وردت في الكتاب والسنة وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث أصناف صنف يستطيع أن يغير المنكر بيده كالحاكم ورب البيت ومن في حكمهما وصنف لا يستطيع أن يغير المنكر بيده ولكن يستطيع أن يغيره بلسانه كالعلماء والوعاظ ومن في حكمهم وصنف لا يستطيع تغيير المنكر بيده ولا بلسانه ولكنه ينكره بقلبه ويتمنى أن لو كان يستطيع أن يفعل شيئا في سبيل تغييره ويقول في نفسه وبلسانه اللهم إن هذا منكر لا ترضاه وهذا الإنكار هو أضعف الإيمان أي أقل ما يجب على المسلم فعله وإذا ما نظرنا في الحديث نظرة أخرى تحليرية وجدنا أن هذا الحديث ميدان واسع فسيح يتبارى فيه العلماء في استنباط الأحكام الخفية ويستخرجون منه أقيسة جلية يقيسون بها كل ما لا يجدون له حكما في هذا الباب الذي يعد من أعظم أبواب الفقه حساسية لأن الكلام فيه يتناول الحكام والأمراء لهذا ولغيره من الاعتبارات فرض النبي صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر بالوسيلة الممكنة وقسم الناس في تحقيق هذا الفرض إلى ثلاث أصناف ومن لم يستطع أن يغير المنكر بيده فالواجب عليه أن لا يقدم على ذلك فيعرض نفسه للوقوع فيما لا تحمد عقباه ولكن يقوم بتغييره بلسانه من غير أن يسب أو يقصو بالقول كما سنذكر فيما بعد فإن عجز عن ذلك فلا سبيل له يستطيع التخلص به إلا لاعتذار إلى الله تعالى بالإنكار والغضب على ما يأتي المنكر ولا يكف عنه ولا يتوب منه وتغيير المنكر باليد أو اللسان مشروط بشرط لا بد من مراعاته وهو ألا يؤدي تغيير المنكر إلى وقوع منكر أشد منه أو مساو له فالضرر لا يزال بالضرر إلا إذا كان الضرر الذي يزال به الضرر أخف منه وكان المزيل قادرا على احتماله من غير مشقة بالغة والمرء في هذا ونحوه فقيه نفسه ترجمة نانسي قنقر